السلام عليكم ورحمة الله أعزائي متابعي قناة الدعم مدرسي كنتم نسكنوا في أحسن الأحوال إذن نلتقي مجددان يوم عن نوحة الفرد ديال التربية الإسلامية بالنسبة للمستوى السادس ديال الفرد الثاني ديال الدورة الأولى بطبيعة الحال بالنسبة لبغى الصور ديال الفرد أو للبي دي اف باش يطبعهم غاد يلقاهم على صفحة الفيسبوك قناة الدعم المدرسي وغادلقوا في صندوق الوصف أصلا باقي الفروض الخاصة الثانية ديال الدورة الأولى إذن بدأوا على بركة الله أكتب من قوله تعالى بنسبة التزكية قل أرأيتم إن أهلكني الله إلى قوله تعالى يأتيكم بماء معين إذن نقرأ لكم فقط بلا ما قد نكتبه نقرأ بقراءة عادية بدون ترتيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن أهلكني الله هو من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذابنا لهم قل هو الرحمن آمنا وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين صدق الله العادي إذن ركزوا على هذه صورة الكاف إذن حفظوها بزاف يقدر تجيكم جزء منها يقدر في الامتحان الموحد أو ليعطوكم من جوج دي الصور مثلا تتكروا منهم أجزاء وإن شاء الله غندير فيديو على الطريقة اللي غيكونوا بيها إن شاء الله الامتحانات الموحدة إذن شنا هو منوع الأسئلة اللي غادي تحطوا كيفاش غادي يكون الامتحان غايت تحط إن شاء الله هذا العام في جميع المواد ونتمنى الجميع التوفيق إذن سؤال إثنان أصل كل كلمة بمعناها المناسب فمن يأتيكم بماء معين المرسلات عرفا إذن أقسم بالملائكة التي تتنزل أو لا تنزل من السماء يتبعوا بعضها بعضا إذن هنا أقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة في قوله المرسلات عرفا من يأتيكم بماء طاهر ترونه بأعينكم فمن يأتيكم بماء معين ثانيا ضع علامة أمام الجواب الصحيح الناشرات أرقق الراء لأنها مسبوقة بكسر لازم لا أرقق الراء إذن بالنسبة للراء إنت ترقق إلا كانت مكسورة أو قبلها كسر لازم إذن هدوم بالحالات التي ترقق فيهم الراء هنا عندنا الناشرات قبل منها كسر لازم ما معنى كسر لازم يعني في هذه الكلمة ما يمكنش نحيده منها مش بحل بربكم مثلا عندي ب وعد الراء هنا مفتوحة هذا الباء مش لازمة مش دي الكلمة ربكم إذن غير زيدة إذن ما غدش أرقق ديكسع الراء إذن هنا أرقق الراء لأنها مسبوقة بكسر لازم نعم رابعا ما النعمة التي لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونها والواردة في آخر سورة الملك في طبيعة الحال هي الماء فمياتيكم بماء معين إذن النعمة هي الماء أنت صيب الجواب ديالك دائما من ليش يكون شي سؤال من الأحسن جاوب إجابة كاملة إذن النعمة التي لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونها والواردة في آخر سورة الملك حصة لكان هنا عندك في نقاط دك هي نعمة الماء أنمرو الآن تزكية العقيدة أتمم الحديث عن خباب بني الأرث قال قلت يا رسول الله ما الإيمان بالقدر قال إذن بالنسبة لهذا الحديث هذا أنا معرفتكم شو أش فيقع المراجع ديرينو أو لا ما ديرينوش إذن خذوا لي التعليقات على هذا الحديث هذا باش نعرفوه واش كين في شي شي مراجع من غير شي مراجع أخرى أو لنتما كلكم ذرتو إذن عندما سأل خباب بن الأرث رسول الله قال لهم الإيمان بالقدر إذن بماذا أجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن تعلم أن تعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك ليخطئك يعني الحاجة اللي وقعت لك را ما كانتش دعم ما توقع لكش را كانت غتوقع غتوقع إذن ولم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك ما أخطأك إذن معي كفاكم شو هنا يا ما كان ليصيبك ما كان ليصي ليصيبك إذن هذا هو الحديث هذا هو الإيمان بالقدر وقدر لو وقعت لك شي حاجة را ما كتب لك الله توقع ولما وقعت لكش أخطأتك ما وقعتش لك را الله ما كتبهاش أنها توقع لك أربط الآية بمعناها إذن عنه هنا أرض للاستقرار للاستقرار الإنسان هو الذي أنشاءكم يعني هو الذي خلق خلقكم نمر الآن الاقتداء أجيب بنعم أو لا كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى جهرا إذن نكتبه لا بل كانت سرا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قومه دون غضب أو ضجر نعم كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في المرحلة الثانية سرا إذن لا بالعكس المرحلة الثانية كانت جهرا قابل الرسول صلى الله عليه وسلم الأذى بالشدة والغضب لا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقابلها بالشدة أو الغضب أو الأذى كان الرسول صلى الله عليه وسلم صبورا نعم بطبيعة الحال كان صبورا صلى الله عليه وسلم ما هي الصفات التي ذكرتها خديجة رضي الله عنها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم إذن بالنسبة لهذا تهو ما عرفتكم شوش كل شيء دير السؤال هذا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي إذن ورجع الضر يلو خائف وقال لزوجتي حديجة لقد خشيت على نفسي يعني خفت على راسي إذن هي بماذا أجبت قالت له كلا والله ما يخزيك الله إذن الله ما غديش يخيبك قالت له كلا والله ما يخزيك الله إذن لأنك إنك قتلي لا تصل الرحم لأنك لا تطلع الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق إذن هذه هما الخصى التي ذكرتها أو الصفات التي ذكرتها خديجة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أولها أنه يصل الرحم يصل الرحم ويحمل الكل ما معنى يحمل الكل؟ الكل هو الشيء التقيل إذن شيء هاجة لتقلت لشيء واحد مشيء لأنها تقيلة مثلا عندو هم أو لعندو دين في القابلة كان يحمله الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ويكسب المعدوم يعني يكسب الفقير أو لا يساعد الفقراء انبسطوها يساعد الفقراء هنا ملقيت لكم شيء جملة لتقدر تسهل المعنى ديلي يحمله الكل إذن هنا يساعد الفقراء يقرد ضيف يعني يكرم الضيف يكرم الضيف ثم يعني يعني إذا كان شيء واحد خاصته شيء مساعدة كان يساعد إذن يساعد نقدر نكسبه يساعد الناس ولا يعينه الناس يعني في هذا المعنى هذا يعين على نوائب الحق تقدر نتكسبها بلغة بسيطة يعني يعين الناس يساعد الناس في مصائبهم يعني في الأشياء التي توقع لهم نوصل إلى الاستجابة عندي هنا يوحد الوضعية يوسف يا أبتي لقد بلغت الثانية عشر من عمري فهل يجب علي صيام شهر رمضان الأب الصيام واجب يا بني كما قال الله في سورة البقارة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لكن بشروط يا بني يوسف ما هي الأب قال الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل بمعنى رفع القلم يعني أنه ما كيتكتبوش عليه السيئات وما يعني لا يؤخذ بأفعال شكون النائم حتى يستيقظ لأنه ما حاش يعني ناعس ما عارفش عشنه واقع له عن الصبي حتى يحتلم إذن الصبي يعني الصغير الطفل لأنه لم يبلغ الحلم يعني لم يبلغ وعن المجنون حتى يعقل لأنه ما عندوش العقل اللي غايخلي يعرف الحاجة المزيانة من الحاجة اللي ما مزيانش مريم إذن سمعت فقيها الحية تحدث عن فرائد الصيام مستجهدا بقوله عز وجل في سورة البقرة كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسودي من الفجر هنمرو نشوفو الأسئلة المتعلقة بالاستجاب استنادا بالنص أعلى هو ما اكتسبته في دروس الاستجابة أجيب عما يلي دائما هاد أسئلة للصيام كيكونوا في امتيحان وفلفوره دائما تعريفه أو لشروطه أو لفرائضه أو لسنانه هادو غير احفظه إذن الصيام هو ماذا الصيام الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب من الله إذن هذا هو التعريف ديال الصيام ما هي شروط الصيام إذا اللي بغيت تصوم شنية الشروط اللي خاصتها التحقق إذن طبيعة الحال أول حاجة الإسلام ستكون مسلم ثم العاقل لأن المجنون لا يحاسب ورفع عنه القلم إذن خصك العاقل باش تحاسب ثم البلوغ ثم الإقامة يعني أن تكون مقيما بالبلد يعني ما تكونش مسافر يعني المسافر عنده الرخصة أنه ما يصومش إذن عندنا دخول شهر رمضان عندنا الصيحة كذلك عندنا دخول شهر رمضان عندنا أيضا النقاء من دم الحيد إذن عندنا النقاء والطهارة من دم الحيد والنفاس والنفاس إذن كنظن هات الشيلي كين إلى ما كنتش نسيت شي وحده إذن ما هي فرائد الصيام ما هي فرائده الصيام إذن هنا كنتكلموا على الفرائد تهيا خذكم خذك تكون ضابطها باش تتكورها يقدر يعطون كلهم تكتبهم يعني يعطون حد العدد محدد لدينا النية قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر لدينا أيضا ترك الأكل والشرب ترك أكل والشرب عندنا ترك الجماع عندنا ترك إخراج القي ترك تعمد بحق يعني ما يتعمدش الإنسان تعمد إخراج القي وعندنا ترك إيصال شيء إلى المعيدة ترك إيصال شيء إلى المعيدة عندنا الآن وضعية أخرى شاهدت برنامجا تلفزيونيا عنوانه قصص من القرآن الكريم بدأ بالحديث بدأ بالحديث عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وبحثه عن حقيقة التوحيد والأسلوب الذي اتبعه في حواره مع أبيه وعشيرته مستشيدا بقوله تعالى في صورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين واختتم البرنامج بالحديث عن قصة مريم عليه السلام وقيمة الكرامة وصونها وعاقبة سوء الظن واتهام الناس بالباط أجب عن الأسئلة أسفلها من خلال نص أعلى وما درسته ما هو المنهج الذي اتبعه إبراهيم عليه السلام في بحثه عن الحقيقة إذن سيدنا إبراهيم عندما كان يبحث عن الحقيقة باش كان يبحث عليها بطبيق الحال الحقيقة نجدها بالعقل وبالتفكير تفهمنا عن حقيقة التوحيد خاصك يعني الإنسان إيه إحنا إحنا مسلمين بالفطرة مؤمنين بالفطرة لأننا من اللي تولدنا لقينا والدنا مسلمين إذن إحنا ولنا مسلمين مع مؤمنين ولكن ما كنحاولوش نفكروا بالعقل ديالنا ونعودوا نتبتوا الإيمان ديالنا بالعقل لكشي عليش وحد اللي وقيت الإنسان بعض مرات من اللي كي يكبر شوية كي يجي شي واحد كيضحك عليه وكيخليه خروج من الدين ديال الإسلام وما يبقاش مؤمن علاش لأنه ما بناش الإيمان دياله على الصح ما بناش على العلم وقرر القرآن واتدبر القرآن وشاف الآيات ديال الله وشاف كيفاش أن العلماء دي كانوا أصلا هما مشي مسلمين كيفاش عن طريق العلم والتفكر في ملكوت الله سلموا ودخلوا في الإسلام يعني علماء كبار معروفين يمكن لكم تبحتوا على القصص ديالهم وغادي تشوفوا العظماء ديال ديالنا ما هو المنهج الذي اتبعه إبراهيم إذن المنهج هو إعمال كنت قوله إعمال العقل يعني خدمنا العقل إعمال العقل والتفكير والتأمل في ملكوت في ملكوت السماوات في ملكوت السماوات للوصول إلى حقيقة التوحيد إذن المنهج هو إذن أنا مكتبت هنا البداية الجواب إعمال العقل والتفكير والتأمل في ملكوت السماوات الموصل الذي يوصل مثلا للوصول إلى حقيقة التوحيد إذن كيف بلغ إبراهيم عليه السلام دعوة الإسلام إذن كيف كانت يتعامل مع القوم مع الأب وكيف كانت يوصل لهم الدعوة الإسلام إذن الحال بالحوار والموعدة الحسنة والحوار والحث كان يحثهم على البحث عن الحقيق أب أي بلغ دعوة الإسلام وبيل التوحيد بالعقل كذلك ما هي القيمة التي دافعت بها السيدة مريم عن نفسها إذن القيمة التي دافعت بها عن نفسها هي الحفاظ على عفتها وخلقها الكريم إذن القيمة هي عفتها وخلقها الكريم إذن هاتشي كل شي الأجوبة كترجع فيهم الملخصات اللي دارتي في القسم هاد الحديثة هو معرفتكم شو جديرين ولا لا وفاش من مرجع ديرين وفاش من مرجع لا إذن كذلك نسلنا التعليقات ديالكم على هاد الحديث هذه وذكر الحديث الذي يحرم سوء الضن دا الحديث هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إياكم والظن إياكم يعني وياكم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فإن الظن أكذب الحديث إذن هذا هو الحديث ديال إذن نبهنا فيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوء الضن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث إذن وصلنا هنا لنهاية ديال هاد الفرد ديال التربية الإسلامية كنتمنى أنكم تكونوا راجعتوا شوية واستفدتوا بالتوفيق إن شاء الله للجميع في الفروض وفي الموحد القادم إن شاء الله